بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه حياكم الله وأهلا وسهلا بكم إخواني الطلاب وأخواتي الطالبات في التعليم المستمر للصف الثاني الابتدائي لمادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية وجدد بكم الترحيب مرة أخرى في هذا الدرس والذي سيكون بإذن الله تعالى استكمالا لحفظ صورة الغاشية وقبل أن نبدأ في درسنا الجديد وفي مقطعنا الجديد تعودنا إخواني وأخواتي أن نذكر أنفسنا بآداب تلاوة القرآن الكريم فنقول من آداب تلاوة القرآن أن يكون الإنسان على طهارة وعلى وضوء عند مسه لكتاب الله عز وجل أيضا من الآداب أن يستعيد بالله عز وجل من الشيطان الرجيم عند بدء القراءة وأن يبسمل عند بدء الصورة كذلك من الآداب أن يرتل وأن يحسن صوته بقراءة القرآن كذلك من الآداب أن يتدبر وأن يفهم معاني الآيات التي يقرأها أو يحفظها وهذه الآداب من الهدي النبوي الذي كان عليه رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه عند تلاوته للقرآن الآن إخواني وأخواتي سبق أن طلبنا منكم حفظ صورة الغاشية وذلك من الآية الأولى وحتى الآية السادسة عشر بإذن الله فسنقرأ هذه الآيات سويا ونتلوها ونكررها ونرددها حتى نثبت المحفوظ بإذن الله تعالى إذن دعونا نبدأ مستعينين بالله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وَأَكْوَابُمْ مَوْضُوعَةِ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةَ وَزَرَبِي يَوْمَ بَثُوْثَةَ بارك الله فيكم إخواني وأخواتي بعد أن استذكرنا وراجعنا سويا المحفوظ السابق الآن ننتقل إلى درسنا الجديد وسوف نستكمل فيه حفظ هذه الصورة من الآية السابعة عشر وحتى نهاية هذه الصورة بالآية السادسة والعشرين بحول الله تعالى إذن دعونا الآن نقرأ هذه الآيات ونكررها سويا فرددوا وكرروا معي بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيطر لست عليهم بمصيطر إلا من تولى وكفر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بارك الله فيكم إخواني وأخواتي بعد أن تلونا سويا هذه الآيات المباركات فأرجو منكم تكرار وحفظ هذه الآيات بشكل مستمر حتى لا تنسى بإذن الله تعالى والآن إخواني وأخواتي وقبل أن نستمع إلى القارئ دعونا الآن نعرج على أهم الأحكام التجويدية التي جاءت في هذه الآيات في قوله سبحانه وتعالى أفلا ينظرون نون ساكنة أتى بعدها حرف الض والضاء من حروف ماذا أحسنتم من حروف الإخفاء من حروف الإخفاء إذن هنا إخفاء النون الساكنة أيضا من الأحكام في قوله سبحانه وإلى السماء هنا مد ما نوع المد؟ أحسنتم مد متصل لماذا؟ لاتصال حرف المد بالهمز في كلمة واحدة إذن هذا يسمى المد المتصل والمد المتصل حكمه أحسنتم الوجوب ويمد بمقدار أربع إلى خمس حركات وجوبا أيضا من الأحكام في قوله سبحانه وتعالى إنما هنا نون مشددة وحكم النون المشددة أحسنتم الغنة بمقدار حركتين إنما إنما وأيضا من الأحكام في قوله إنما أنت هنا أيضا مد ما نوع المد؟ أحسنتم مد منفصل لماذا؟ لانفصال حرف المد عن الهمز فكلا منهما في كلمة وحكم المد المنفصل أحسنتم جواز المد بمقدار حركتين أو أربع إلى ست حركات أيضا في قوله سبحانه وتعالى عليهم بمسيطر ميم ساكنة أتى بعدها حرف الباء والباء من حروف أحسنتم الإخفاء الباء من حرف الباء حرف إخفاء بالنسبة للميم الساكنة إذن هنا الميم الساكنة حكمها الإخفاء أيضا من الأحكام في قوله سبحانه من تولى نون ساكنة أتى بعدها حرف التاء والتاء من حروف أحسنتم الإخفاء من حروف الإخفاء أيضا تكرر هنا المد المنفصل في قوله أحسنتم إلينا إيابهم هذا أيضا مد منفصل لانفصال حرف المد عن الهمز أيضا من أهم الإحكام في قوله ثم هنا أيضا الميم المشددة حكمها هو حكم النون المشددة وهي الغنة بمقدار حركتين الغنة بمقدار حركتين إذن هذه أبرز الأحكام التجويدية في هذه الآيات والآن إخواني وأخواتي دعونا نستمع سويا إلى القارئ وهو يتلو هذه الآيات فكرروا مع القارئ بارك الله فيكم ورددوا معه حتى تتقنوا الآيات بالشكل المطلوب بإذن الله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيطر لست عليهم بمصيطر إلا من تولى وكفر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر فيعذبه الله العذاب الأكبر إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرْ إِلَّا مَنْ تَوَلَّا وَكَفَرْ إِلَّا مَنْ تَوَلَا وَكَفَرْ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرْ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم ثم إن علينا حسابهم قال سبحانه وتعالى لست عليهم بمسيطر أي بمسلط فتكرههم على الإيمان فيعذبه الله العذاب الأكبر أي فيعذبه الله العذاب الشديد في النار إن إلينا إيابهم أي إن إلينا مرجعهم بعد الموت ثم إن علينا حسابهم أي ثم إن علينا جزاءهم على ما عملوا إذن إخواني وأخواتي بهذا نكون قد انتهينا من درسنا شكرا لكم إخواني وأخواتي وبإذن الله نلتقيكم في دروس قادمة وأنتم في أتم صحة وعافية نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته